السلام عليكم ورحمة الله لماذا سمي الإنسان إنسان؟ لأنه سريع النسيان وكل إنسان أنعم الله عليه بنعمة يظن أنها حق مكتسب وليدرك حقيقة النعمة حتى تسلب منه فمن أنعم الله عليه بنعمة المال يظن أنه قارون حتى تسلب منه ومن أنعم الله عليه بنعمة القوة يظن أنه عنطرة حتى تسلب منه فماذا إن عادت إليه النعمة مرة أخرى بعد أن سلبت منه حينها فقط سيدرك أنها نعمة وأنها قد تزول كما أتت إليه فما السبيل لكي نستشعر نعمة الإسلام ونعمة محمد صلى الله عليه وسلم نستشعرها فقط حين ندرس العالم قبل بعثة النبي محمد وبعد بعثته ودعونا ننطلق الآن إلى ما قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقرنين من الزمان سنتطرق أولا إلى حال العرب ثم إلى العالم الخارجي كان العرب يعيشون حياة قبلية بمعنى الكلمة ورغم وحدة اللغة ووحدة العرق إلا أنهم لم يجتمعوا تحت إرادة واحدة وهدف واحد كالفرس والروم وكان نشوب الحروب بين تلك القبائل أسهل من شرب الماء ويال العجب كانوا يعبدون الأصنام التي ينحتونها من الحجارة وكانوا أحيانا يصنعونها من التمور فإذا جاع أحدهم أكلها وكانوا يبيعون البشر كما يبيعون السلع والأنعام باختصار كان العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال وظلام من الشرك والجهل والرذائل فإن كان ذاك هو حال العرب فماذا عن الحضارات الأخرى؟ ماذا عن الفرس والروم؟ كان الفرس في ضلال وشرك وكانوا يعبدون النار ويسجدون لها وكانت الروم نموزج للمجتمع الطبقي فكانت خيرات البلاد حصرا على طبقة من الطبقات أما غيرهم فكانوا يعانون من الاستبداد والضرائب الباهظة والإتاوات وكثيرا ما كانت تنفجر الأوضاع وتقوم الثورات العارمة ضد ظلم الطبقة الحاكمة ثم تحولت روم الوثنية إلى الديانة المسيحية فجعلتها مسخا مشوها من الوثنية والمسيحية وكان هناك عداوة مستعرة بين اليهود وبين النصارى وكانوا يتربصون ببعض ويتحينون الفرصة فإن حانت حصدوهم كما يحصد القمح والآن هل أدركت ما كان فيه العالم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم امتنى الله علينا بخير الخلق بمحمد عليه الصلاة والسلام لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد أنعم الله على المؤمنين من العرب خاصة وعلى المؤمنين عامة بأعظم نعمة بعد الإسلام إذ بعث فيهم رسولا عربيا عظيم القدر من أنفسهم يعرفون أصله وحسبه ونسبه وشرفه وأمانته رسولا كريما ناصحا لهم مشفقا عليهم ويكفل عرب شرفا أن جعل منهم محمد صلى الله عليه وسلم ورسولا من البشر ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وبدون محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد سلوك طريق الحق الذي ارتضاه الله لنا فلا بد للعقول من نور الوحي لتهتدي وإلا لما ألحد الكثير من العلماء والأدباء وغيرهم فنعمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم نعمة بعد الإسلام وحاجتنا إلى النبي أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء لأننا إذا فقدنا الطعام أو الشراب أو الهواء مات الجسد أما إذا افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماتت القلوب وضاع الإيمان والإيمان أغلى شيء في الوجود يتلو عليهم آيات القرآن العظيم ويعلمهم ألفاظها ومعانيها ومن أين لمحمد صلى الله عليه وسلم بذاك العلم وهو لم يجلس يوما إلى معلم وكان معلوما للجميع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب تلك معجزة من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم ويزكيهم ويطهرهم وينقيهم من الشرك والمعاصي والرذائل والأخلاق الفاسدة ويعلمهم القرآن والسنة النبوية الشريفة فيبين لهم مقاصد القرآن وأحكامه ومعنى الحكمة في اللغة ووضع الأشياء مواضعها الصحيحة والمقصود بالحكمة في الآية الكريمة هي السنة النبوية الشريفة والسنة هي شقيقة القرآن والمتممة والمفسرة للقرآن وإن كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في غي وجهل ظاهر لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم ولا ما يزكي النفوس ويطهرها والآن بعد أن أدركت النعمة احذر من سلب النعمة جزاكم الله خيرا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا